وانطبعات الجهاز عليهم تفاصيل كتيرة لازم نعرفها من موفة قناة الاهلي الى عجمان الزميل فاروق صلاح بسرعة الخير يا فاروق تحياتي وتحيات المهندس عدلي برحب بك يا أستاذ إبراهيم وبرحب بالبشمهندس عدل القيعي وبرحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان قل لي تفضل بشمهندس يا فاروق انا عايز ردود افعال المباراة الودية التي قيمت وتقييم تقييم نحن كنادي اهلي لهذه المباراة والتجربة وتقييم برضو المجتمع الكرو في الامارات يعني خليني يا بشمهندس اخد من يعني لنهاية كلام حضرتك تقييم المجتمع الاماراتي او الاوساط الاماراتية هنا مش هقول ليه التجربة الودية قد ما نتكلم على النادي الاهلي يعني تصادف وجود المعسكر النادي الاهلي مع تسلم النادي الاهلي اللي جائزت افضل نادي في الشرق الاوسط جائزت جلوب سكر وتواجد القيمة والقامة الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب في الامارات اللي تسلم هذه الجائزة يعني اثناء اول يوم لنا في التدريب على ملعب نادي الشرطة بيعجمان تقدر تقول ان الجميع بيتحدث عن هذا الامر يعني كتير جدا من الاشقاء الاماراتيين او الرياضين في الامارات قالوا كلام مهم جدا قالوا النادي الاهلي ده مش بتاع مصر بس النادي الاهلي ده بتاعنا كلنا بتاع الوطن العربي الكابتن الخطيب ده بتاعنا كلنا بتاع الوطن العربي كلامهم ووصفهم عن النادي الاهلي ان الامر دو قالوا يعني باللفز كده هو مين غير النادي الاهلي ياخد افضل نادي في الشرق الاوسط النقطة اللي انا وقفت قدامها كتير باش مهندس وهي دي اللي يعني بنقول علي المراس بتاع النادي الاهلي لما بيتكلموا على النادي الاهلي بيتكلموا على العمل مؤسسي بيقولوا المؤسسة الانجح في الرياضة في الشرق الاوسط قالوا النادي الاهلي ما بنستغربش يعني ان النادي الاهلي ياخد هذا الامر لأن الناد الأهلي من زمان إحنا عارفين المنظومة والإدارة في الناد الأهلي هي من تخطط وهي من تسير الحاضر والمستقبل والماضي للناد الأهلي فده من الأمور جدا اللي إحنا تستعيده أنت بتسمع هذا الكلام على الناد الاهلي نظرتهم للناد الأهلي they're telling you هنا في الإمارات مزال جاية العربية المصرية فقط ولكن من الأشقاء الإماراتيني الناد الأهلي بتمتع بشعبية جارفة هنا في الإمارات الشقيق طبعا تقييمتهم أيضا للنادي الأهلي وتواجد النادي الأهلي هنا في الإمارات يعني أعتقد اختيار موفق الظروف التواجد هنا في الإمارات نظرا لأن تب درجة الحرارة هنا في هذا التوقيت مميزة جدا مع الأجواء الموفرينها طبعا الشركة المنظمة لي المعسكر فريق للنادي الأهلي شركة سيكس ياردز الأستاذ زيشان مرزوق وعمري مرزوق الايمين بدور كبير جدا خليني أكد على هذا الأمر دعاباش مهندس أي مين بدور كبير جدا مع النادي الأهلي توفير ملاء المباراة يعني المباراة تم عرض أكثر من مباراة على ميستر كولر على فريق النادي الأهلي أكثر من نادي معسكر هنا في الإمارات أندية طلبت أنها تواجه النادي الأهلي ولكن ميستر كولر فضل اختيارها أولاقيا طبعا لنادي الأخدود ونادي حتى السعودي في هذه المواجهة الأولى والمواجهة الثانية تقدر تقول أيضا الظروف وتواجد اللعيب للنشئين مدية روح معنوية عالية للعبين أن نشوف إن شاء الله عناصر مبشرة وزي ما قال الأستاذ إبراهيم ظهور بتتفتح إن شاء الله يعني خليني برضو أكد على نقطة مهمة جدا يعني أنا لمست أزل أمر يا بشمانديس حضرتك عارف يعني الظروف تواجد الواحد أو أكتر جدا في قطاع النشئين أني عايز أكد على نقطة يا بشمانديس أن اختيار اللعيبة للنشئين للمعسكر ما كانش أمر وليد الصدفة يعني هارجع بس بحضرتك كده قبل المعسكر كان مستر كارلوس يعني مكتشف المواهب ومطور الأداء في النادي الآلي بيتواجد بصفة مستمرة في قطاع النشئين في النادي الآلي لحظة واحدة يعني يعني مستر كارلوس لحظة مستر كارلوس هو وراء هذا الاختيار يعني الأسماء اللي تتم اختيارها ده بترشيح أو صاحب الكلمة الأكثر تأثيرا كان مستر كارلوس يعني عشان أكد لحضرتك الأمر بمستر كارلوس بيجي يحضر المباراة قطاع النشئين بيتفرج على اللعيبة بيرشح اللعبين إلى جانب بعض الترشحات طبعا من الكابتن بدر رجب الكابتن وليد سليمان الكابتن محمد شاوي إلى جانب وجود الكابتن خالب بيبوف كثير من المباراة وعلمه ببعض اللعبين طبعا لصابق توليه قيادة القطاع اللي نشئين في الندل كل الأمور دي والترشحات دي بتصب عند شخص واحد هو مستر مارسل كولر يعني العدد اللي موجود معنا كان في عدد أكتر من كده موجود مع الفريق خلال فترة التدريبات في ملعب مختار اللي تيتش وبيرجع القرار الأول والأخير بيكون لمستر مارسل كولر ولذلك ارتقى مستر مارسل كولر إن العناصر اللي موجودة دي هي العناصر اللي تكون موجودة في المعاصكر أعتقد يعني فيهم عناصر كتير جدا مبشرة يعني برضو يا بشمهندس وأستاذ إبراهيم يعني إحنا بنحاول إن إحنا نقرب الجمهور منهم أكتر عندنا في مركز قلب الدفاع عندنا معتز محمد ده 2005 وعندنا أحمد عبدين ده أصغر لعب في المعاصكر موليد 2006 عندنا إبراهيم عبد حكيمي التلاتة اللي بلعبه في قلب الدفاع عندنا اتنين في مركز الباك الشمال اللعب مزين أسامة ده 2003 وإسلام عبد الله لعب موليد 2003 عندنا في مركز الباك اليمينة والزهير الأيمن اللعب عبد الرحمن عبد الجواد 2003 عندنا في منتصف الملعب مصطفى بالخير 2004 يوسف سيد عبد الحفيز 2005 فارس خالد 2005 أحمد طعيمة لعب 2003 فمجموعة من اللعيبة المميزة اللي إن شاء الله يكون مردودهم خلال الفترة القادمة للنادي الأهلي عايز أأكد لحضرتك على نقطة مهمة جداً يا أستاذ إبراهيم بشمان تساعد لي أن مستر كولر قبل التوجه طبعاً للإمارات اجتمع مع اللعبين قال لهم الفرصة جوه النادي الأهلي أو النادي اللي بيدور على بطولة ما بيجيش كتير على كل واحد فيكم أنه يستغل الفرصة ويستغل كل دقيقة كل ثانية في المعاصكر أنتوا مش محطوطين في فترة تقييم أو فترة اختبار أنا عايز كل واحد فيكم أنا بكلم حضرتك باللغة اللي بنقول بلغة الكورة قال للعبين أنتوا مش في فترة تقييم ولا فترة اختبار لأ أنتوا عناصر مميزة جداً أنت لابس قميسة للنادي الأهلي فأنت في أي وقت أنا ممكن أحتاجك تطلع تلعب في الفريق الأول فالعبوا كوريكم أكنك بتلعب في النشئين اغلط وأنا هصحح لك فأعتقد الكلام ده كان ليه مردود كبير جداً على اللعبين خفف الضغوط يا بش مهندس عند اللعبين خلى اللعيبة تلعب بأرياحية إلى جانب الدور الكبير جداً اللي بيلعبه كباتل النادي الأهلي وقوط اللبس في النادي الأهلي ممثل في الكابتن رامي ربيعة في الكابتن عمر السلية في الكابتن طهر محمد طهر في محمد مجد أفشا في أكرم توفيقي في كريم فؤاد في حسين الشحات أعتقد أيمين بدور كبير جداً على اللعبين مساهلين كل الأمور على اللعبين يا بش مهندس ده كلام مهم جداً اللي قاله كولر تحديداً لأن ده بقى بيخلي اللعب فاهم إنه هو جه وتبص عليه وإنه حيبضل مبسوص عليه حتى لو نزل مع فرقته فيجب أن يستمر على هذا التركيز وهذه الجدية وهذا الطموح وده كلام مهم جداً إحنا شفنا الأداء الشوت التاني إحنا متخلفين بهدفين سيطرة واضحة جداً بخطورة واضحة جداً للنادي الآلي يعني قدرنا نعود جون وقضعنا ضرب الجزاء في العرضة يعني الآلي كان جديراً أن يفوز في هذه المباراة ولكن مش ده المهم إحنا عارفين كلنا إن المعسكرات الإعداد زي ما إحنا بنتكلم مطلوب إن إحنا يعني نجهز اللعبة وندور إذا كان فيه دعم من قطاع الناشئين فاروق تقدر تقول لنا وصف لليوم الكامل في المعسكر عندك ماشي إزاي؟ يعني خليني برضا أقول لحضرتك أستاذ إبراهيم وصف لليوم يعني اللعبة بتتناول وجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة بيبقى هناك يعني طبعاً بعض الجلسات بين اللعبين بعض تناول وجبة الإفطار ثم بتكون وجبة الغداء في تمام الساعة الواحدة بتكون بعد كده محاضرة مستر كولر قبل التوجه بتكون في تمام الساعة الثانية والنصف قبل التوجه إلى ملعب التدريب في تمام الساعة الثالثة ثم الحضور طبعاً لأداء التدريب اللي يعني في نقطة بخصوص ملعب التدريب برضو أحابب من خلال حضراتكم أوضحها إن أول يومين للنادي الأهلي في الإمارات هنا كان النادي الأهلي بيؤدي تدريباته على ملعب نادي الشرطة بعجمان ويعني تقدر تقول هذا الملعب قريب من أبعاد الملعب ومن مساحة الملعب بملعب السلام يعني اللي كان بيلعب النادي الأهلي عليم وبرياته لكن مستر كولر أنت عارف يا باش مهندس يا أستاذ أبراهيم إن النادي الأهلي بيحب الملعب الوسع على المساحات فمستر كولر يعني فضل إنه يكون في مساحة ملعب أكبر وهنا نقطة مهمة جداً تأكيداً لكلامك يا باش مهندس إنه شايف العناصر دي عناصر مميزة أو شايف إنه فيها المستقبل هو قال مستر كولر حاب يغير الملعب علشان عايز اللعيب الناشئين تتعود على إسلوب اللعب في المساحات الكبيرة جداً فتم تغيير الملعب إلى ملعب نادي الحمرية والملعب ده يعني تقدر تقول الملعب قريب جداً من مساحته من الأستاذ القاهرة الدولي لقص تحسان مستر كولر الأرض الملعب الأمور في الملعب وده الملعب اللي خلاص استمر عليه الفريق في أداء تدريباته طبعاً نرجع تاني يا أستاذ إبراهيم إلى أن التدريب بينطلق الساعة ثلاثة ونص بتخلص تدريبك على الساعة خمسة بترجع هنا مقر إقامة الفريق إلى في تمام الساعة الخامسة والنص بيكون طبعاً فيه بعض الأمور الاستشفائية من اللعبين بعد أداء التدريبات ثم بيكون وجبة العشاء في تمام الساعة السابعة والنص ثم بيكون بقى يعني فترات جلوس لو اللعبة بتتابع أو الجهاز الفني بتابع مباراة الكأس الأمم الأفريقية بيبقى فيه متابعة لو الوقت المباراة طبعاً متأخر اللي هي المباراة بتبقى الساعة 10 بتوقيت القاهرة بتبقى السنة 10 بتوقيت الإمارات بيكون اللعبة بتتفرق بتشاهد المباراة في الغرف اللاعبين يعني في الوقت أني أنا بكلم حضراتك دوليتي هدوء تام يعني سكون تام يعني حضراتك دوليتي بنتكلم في الساعة في القاهرة أعتقد 10 و10 ونص هنا في الإمارات 12 ونص هدوء تام خلاص المنتجع أيضاً اللي موجود فيه الفريق بيتم اختياره اختيار مميز جداً المكان نفسه يعني بيوفر الهدوء زي ما حضرتك عارفة بشماندس إن دي من الأمور المهمة جدا النادي الأهلي بيركز عليها في المعسكرات توفر الهدوء توفر كل الأمور اللي انت بتحتاجها سواء في الجانب الطبي في الجانب التأهيلي في الجانب البدني أعتقد كلها متوفرة في هذا المكان طيب فاروق يمكن ده المعسكر الأول لوسام أبو علي الفلسطيني انت شايفه إزاي ومدى انسجامه والجهاز الفني شغال معاه إزاي خاصة إن ده معسكر مهم لتأهيله بدنيا أستاذ إبراهيم يعني لو هتسمح لي يعني الأول النقطة دي اللي يشوف وسام أبو علي إحنا مش بنبالغ يعني من خلال حضرتك من خلال البشماندس بجد فعلا مش بنبالغ لو قلنا إن وسام أبو علي ما تحسش إن لعب لسه ده أول معسكر لي مع النادي الأهلي يعني ظروف التعاقد مع وسام أبو علي مع يعني اختار توقيت المعسكر أعتقد أكثر المستفيدين من هذا الأمر هو وسام أبو علي يعني تقدر تقول مش لعب جديد على النادي الأهلي ده بان في المباراة يعني أعتقد مش هنقيم ولا هنسبق الأحداث طبعا من خلال مباراة والدية ولكن في أمور بتبان قدام الجمهور من خلال الشاشة لكن في أمور بتبان لي نحنا من خلال المعسكر الروح اللي بشوفها ما بين اللعبين وما بين وسام يعني وسام أبو علي بعد صابت يعني محمد الشنوف مستهل كلام حضراتكم يعني بنتمنى طبعا السلامة الواحد من أهم اللعبين في تاريخ مصر وتاريخ النادي الأهلي الكابتن محمد الشناوي اللي نتمنى له كل السلامة وسام أبو علي كان حريص أنه يتطمن على الكابتن محمد الشناوي ويرسله رسالة اطمئنان وإحنا كلنا مستنينك يعني أعتقد وسام أبو علي يعني مع تعاقد النادي الأهلي مع وسام أبو علي كابتن محمد الشناوي كان أرسله رسالة وقال له أهلا بك في النادي الأهلي واتحق أحلامك وطموحاتك وسام ما تحسوش غريب على النادي أهلي خلاص دخل في الأجواء طبعا من اللعيبة بقى اللي مسهلة الدنيا على وسام ممكن يكون الأمر غريب بالنسبة اللي هيسمع الكلام لكن دمش غريب على النادي الأهلي هو أنتوني مودست يعني أنتوني مودست تقدر تقول الاتنين اللي بلعبوا في مركز واحد لا في بينهم روح جميلة جدا وروح لخدمة النادي الأهلي الاتنين يعني في معظم الأوقات كلام ما بين الاتنين يعني عامل اللغة برضو وسام بيتكلم اللغة العربية اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية فدي من الأمور برضو اللي هي سواء اللغة الإنجليزية والفرنسية مع أنتوني مودست مصهلة الأمور كتير جدا من النقاط المهمة جدا أستاذ إبراهيم برضو لنا يعني لمسة في هذا المعسكر هو كريستو يعني من أول يوم في التدريبات كريستو بيظهر بشكل مختلف تماما يعني كريستو أعتقد البشمهندس عادلي لما قال تصريح يعني سابقا قال عودة لعبين من الإصابة بتبقى صفقات للنادي الأهلي خليني أكد فعلا على هذا الكلمة أن عودة كريستو بعد فترة الإصابة أعتقد إضافة قواجب كبيرة جدا للنادي الأهلي كريستو بيظهر بشكل مختلف تماما شفت أنا يعني شايفينه على مدار أيام للتدريبات واحد من اللعبة المهمة جدا والمميزة وأعتقد شفنا مرضوض ده خلال يعني المباراة الودية نتمنى له الاستمرار نتمنى لكافة اللعبين رامي ربيعة عمر السلية أكرم توفيق كريم فؤاد حسين الشحات محمد مجد أفشا العناصر الأساسية فريق النادي الأهلي يعني توقيت المعسكر أعتقد كان اختيار مهم جدا ومميز جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي مباراة حتى بكرة الساعة الثلاثة العصر مش كده؟ مباراة حتى تكون في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت الإمارات الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وخلينا أقول لك أن يعني فريق حتى واحد من الأندية الدوري المحترفين في الدوري الإماراتي مع الفابيو ففياني ده المدير الفني الإيطالي واحد من اللعبي نادي الميلان الإيطالي عنده مجموعة من اللعبين المحترفين سواء من البرازيل أو من البرتغال أو من كزاخستان ما عندهش عناصر في المنتخب الإمارات اللي بيشارك فيه كأس أمام أسيا وبالتالي فهلعب بالعناصر الأساسية اللي عنده عمل بعض طبعا التعاقدات في فترة يناير فتقدر تقول إنها يكون مواجهة قوية جدا وبروفة قوية جدا للنادي الأهلي في مواجهة فريق حتى الإماراتي يعني برضه بشمهندس عايز أقرب حضراتكم من اليوم بكرة إن شاء الله اللي هو يكون يوم المباراة وعايز قبل ما نروح لهذا الأمر عايز أكد على نقطة أو أوضح نقطة برضو من خلال حضراتكم هو بالأمس إحنا لابنا مباراة فريق الأخدود كان يوم الثلاثة المباراة نتهت بفوز فريق الأخدود بدأ فين مقابل هدف ثم كان تاني يوم جولة حرة منحة مستر كولر للعبين اللي هي كانت بالأمس جولة حرة للعبين والأفراد البعثة النهاردة لما بدأنا أول يوم في العودة بقى والتحضير لمباراة حتى مستر كولر عمل محاضرة بالفيديو للعبين خاصة بمباراة الأهلي والأخدود يعني مستر كولر المباراة الودية بتعامل معها في الإطار الرسمي آه ما ببصش لنتيجة اللقاء لكل اللي بيهمني من خلاله إن أنا أتطمن على اللعبة بدون إصابات بجرب بعض الأمور الفنية وطبعا ما بنبصش طبعا في النتائج المباراة الودية لكن بيتعامل معها إن أنا إزاي قيم التجربة إزاي أخذ إيجابياتها وسلبياتها وده اللي عملوا النهاردة فيه محاضرة الفيديو مع اللعبين شرح لكل اللعبين الأخطاء اللي إحنا وقعنا فيها الإيجابيات اللي كانت في هذه المباراة غدا بإذن الله باش مهندس هيكون تناول اللعبون وجبة الإفطار في تمام الساعة العاشرة ثم هيكون فترة تدريبات خفيفة من الساعة 11 للساعة 11 و20 دي فترة تدريبات خفيفة ثم هيكون أداء صلاة الجمعة إن شاء الله في تمام الساعة 12 ونصف ثم هيكون فيه وجبة الغداء في تمام الساعة الواحدة ثم هيكون فيه محاضرة قبل التوجه إلى ملعب حتى يكون في تمام الساعة الواحدة والنصف عقب انتهاء المحاضرة إن شاء الله هيكون التوجه إلى ملعب حتى ليصطديف أحداث المباراة اللي بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الآن بساعة هيكون طبعا الوصول إلى ملعب المباراة ثم انطلاق المباراة فيه تمام الساعة الخامسة اللي بأكد الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة بعد المباراة البرنامج إيه بعد المباراة؟ العودة إمتى إن شاء الله؟ بعد المباراة أستاذ إبراهيم هيكون طبعاً العودة إلى مقر قامة الفريق هيكون فيه الاستشفى للعبين ثم يوم السبت طبعاً هيكون فيه أيضاً فيه تدريب خفيفة العودة إن شاء الله وانتهاء ختام معسكر النادي الأهلي هيكون يوم الأحد 28 بإذن الله هيبقى آخر يوم هيكون طبعاً فيه تدريب لفريق النادي الأهلي ثم طبعاً هيبقى العودة إن شاء الله إلى القاهرة ويبقى ختام مميز جداً لمعسكر النادي الأهلي ونقدر نقول برضو زي ما حضرتك قلت أكد على كلام حضرتك عندنا ظهور فعلا بتتفتح في قطاع الناشئين في النادي الأهلي وده أمر من الأمور لمجلس إدارة النادي الأهلي بيقول اهتمام كبير جدا لقطاع الناشئين ليس على المستوى الفني في اللاعبين ولكن أيضا على البنية التحتية يعني أكيد إحنا متواجدين من معظم الوقت في قطاع الناشئين لمسين مدى التطور والمجلس إدارة النادي الأهلي دايما بيتكلم أن قطاع الناشئين دوره مهم جدا في النادي الأهلي ودوره أنه يكون هو الرافد عن المنبع الأول والأساس الفريق للنادي الأهلي وأعتقد يا بش مهندس حضرتك أتوافقني والأستاذ أبرهيم أتوافقني أن ما فيش نادي في مصر أو في الشرق الأوسط هتلاقي عدد اللاعبين اللي طالعين من قطاع الناشئين متواجدين دلوقتي مع الفريق الأول زي النادي الأهلي أو عدد اللاعبين اللي خارجين من قطاع النشئين اللي متوزعين على كل أندية الدوري ده أمر بيحسب وتفرد به دائما وأبدا هو النادي الأهل مؤكد إحنا يعني الإصابة الطب اللي حصلت في المنتخب تدعيتها إيه؟ يعني الناس بتتعامل مع هذا الأمر زي أنا بتكلم عن الجهاز الفني اللاعب هيبوا متعطفين مع بعض ما حسلش كده جهاز الفني يعني الآن ولا بيدور على حلول ولا شايف يعني إن المسائل يمكن يعني التعامل معاها ولا إيه إحساسة كده يعني خلينا أقول حضرتك باش مهندس يعني حزن كبير جدا على الميستر كولر مع معرفة خبر إصابة محمد الشناوي يعني كان فيه تأثر شديد جدا على ميستر كولر يعني بالنسبة له الأمر قال بالأمر بالنسبة لي كان صدمة يعني إصابة الشناوي جاء في توقيت صعب جدا ومشيل ينكن كلم مع مشيل قالك الإصابة دي حاصة يعني فيه حاجة يعني هو يعني مستغرب قال شناوي المرة اللي فاتت مع المنتخب في أمم أفريقيا برضو كان تعرض لإصابة فكان فيه يعني صادمة كبيرة جدا للجهاز الفني مع إصابة محمد الشناوي أعتقد تأثيره بقى صعب جدا لكن عندنا ثقة في كل اللعبين ميستر كولر واحد خلاص بقى من المدربين اللي بيتعامل مع كل الأمور بواقعية خلاص انت بيت قدام أمر واقع عندك حارس مرمى مصطفى شوبير يكون مستقبل للنادي الأهلي ومستقبل لمصر عندك حمزة علاء اللي خليني أقول لحضراتك برضو يعني حمزة علاء متواجد حاليا في الإمارات مع المنتخب الأوليمبي اللي معسكر هنا في الإمارات والجهاز الفني للنادي الأهلي والكابتن خالي بيبو بيتطمن على العيب للنادي الأهلي سواء كريم الديبيس اللي موجود مع المنتخب الأوليمبي هنا في الإمارات وحمزة علاء بيتواصل من ميشيل يانكون معها بيتطمن عليه وبيتطمن على الأمور الخاصة به في المنتخب فأعتقد ان في سرقة موضوعة في العيب للنادي الأهلي مصطفى شوبير حمزة علاء مصطفى مخلوف حزم جمال لكن الأمر كان بالنسبة للمستر كولر يعني الأمر كان صادم يعني إصابة الشناوي يعني وضح مدل سياء الحزن الكبير جدا كان على اللاعبين اللعابة للنادي الأهلي اللي كلهم يعني سرعوا أن هم يتواصلوا مع محمد الشناوي ويطمنوا عليه يعني خليني أكد على الأمر مهم جدا يا بشمهندس هي الأمر إحنا مش بنجمل الصورة لكن خليني أكد لك فعلا محمد الشناوي بيتمتع بحب كبير جدا من اللعيب الكبار من اللعيب الصغيرين أو اللعيب النشئي مش عايز أقول يعني مع زيرة نعذريني على كلمة صغيرين لا اللعيب النشئين لكن هي حب قيمة محمد الشناوي قائد للنادي الأهلي وكابتل المنتخب مصر واحد من اللعيب اللي بيتمتع بحب في قط اللبس مع اللعيبة مع الجهاز الفني ودور مهم جدا في يعني تقدر تقول تأثر على اللعبين على الجهاز الفني أيضا مع إصابة محمد إمام عشور يعني الأمر كان مستر كولر يعني قال مش مستحمل يعني الأمر إمام عشور واحد من اللعيبة ومن العناصر المهمة للمنتخب والنادي الأهلي لكن إن شاء الله يرجع إمام عشور والطمين عليه ويكون واحد من اللعيبة اللي إن شاء الله تكون مؤثرة مع المنتخب المصر في مشواره وأيضا مع النادي الأهلي دكتور أحمد جبالله يتقدر تقول على طول يعني 24 ساعة بيتواصل مع الشناوي بيتطمن عليه بيتابع كافة التفاصيل بيتابع مع الدكتور محمد أبو العيل طبيب المنتخب المصري كافة الأمور الخاصة بإمام عشور أيضا بيتابع اللعيبة كمان يا بشمهندس خليني يعني أطمنك أيضا نحن بنتكلم على المصابين أطمنك على أيضا اللعيبة المصابة الموجودة في القاهرة رضا سليم وخالد عبد الفتاح محمود متولي أحمد نبيل كوكة وأحمد عبد القادر وخليني برضو من خلال حضرتك أأكد لك يعني الدكتور أحمد جبالله والجهزة الطبية في النادي الأهلي متابع معهم كافة الأمور البرامج التأهيلية الموضوع عليهم في القاهرة اللي برضو يعني بأكد لك وبأجزم لك هذا الأمر هيكونوا جاهزين للمشاركة مع النادي الأهلي في مباراة شباب أبو الوزداد إن شاء الله في الاستكمال المشوار الأفريقي عقب العودة إن شاء الله من المعسكر النادي الأهلي في الإمارات يبدأ اللعبين ياخدوا أجزاء من المران الجماعي للنادي الأهلي ونقول لهم حمد الله على السلامة طبعا ونتمنى يا رب السلامة لكل لعيب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية والفترة القادمة بإذن الله فاروق يعني بنشكرك على البعلومات الوافية اللي حطت الناس فيها وحطت الناس كلها فعلا في تفاصيل المعسكر كل التوفيير للأهلي إن هو يختتم معسكره بالمباراة المهمة بكرة مع حتى في تجربة هي التانية ليهم وترجعوا يوم الحد بالسلامة إن شاء الله أنا بش مهندس أستاذ بريم أنا بسميتش بس المرات دي فروت صلاة بقى المونتس بيدلعك بقى لا دا المرات دي بقى يوم بس أعلنين منك أحسنت تماما أحسنت يا فاروق ويعني نتمنى لك التوفيق وتفضل على هذا التركيز شكرين شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفة قناة الأهلي أو فروت صلاة أو فروت صلاة موفة قناة الأهلي لمعسكر الفريفة عجمان وأعتقد حتى حضراتكم في الصورة كاملة من جيلة